طب على ذكر المهرجانات هتكلم على نوع تاني من المهرجانات المهرجانات الفنية حضرتك بعيدة عنها يعني أنا أنا مش بشوفك في المهرجانات ليه؟ هروح عامل ايه يعني 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 لو في نادوة فنية أهلا وسهلا لو فيها أفلام زي كانت كان موجود كنت موجود أيام المهرجان القاهرة السينمائي كان بتجلي الدعوة للبيت من أيام أيام الله يرحمه أستاذنا الجميل سعد الدين وهبة وكان فيه نظام ونشوف أفلام وكانوا بيجيبوا أفلام قوية جدا مهرجان القاهرة الأخير حضرتك روحتو؟ لا مروحتوش ليه؟ ولا الجونة ولا أي ما جلش ده بس لو جات لحتى دعوة أنا هاجي أعمل ايه؟ مش هقف أستعرض نفسي وعمل بوزات ومش عارف ايه وما ينفعش كل النجوم يا أستاذ حسن بيروحوا دلوقتي يعني بيعتبروها ما بيحصلش حتى في كان ولا في أوسكر أن ألاقي الناس وقفين يعملوا بوزات بتاع ممكن يمضي للناس أوتغرافة يسلم عليهم بتاع ده أخصى حاجة ولكن آه فيعمل بوزيشن مفيش ريت كاربت في المهرجانات العالمية الكبرى بيقاف عليها؟ موجود بيقاف موجود بيالتخاط صور بس مش بيش بالشكل الأوفر الفج تقصد؟ الفج أوفر يعني فج يعني 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 وانا ما شوف عرض أزياء وانا جايب رايحة درقات ليه عرض أزياء ده مجهرجان سينما قوي ثقافة علم في حاجات بتتعلم الناس مش عاجبك يا أستاذ حسن في المهرجانات السلوك النجوم على الريد كاربت ولا؟ ولا لبسهم؟ في ناس عمرها ممثلت فيلم كله موجودين بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ ما عرفش حاضروا ليه؟ ممثلوا ليش فيلم فيلم واحد في حياتهم إن كانت هوة أو كانت هي بيعملوا ايه على الفيلم؟ استعراضات أزياء بس يعني 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 مولد المهرجانات النهاردة حضرتك شايفها مولد معظمة مولد سنف المية يعني عارفة لو دول ما بيحضروش ندوات لو فيه ندوة صخفية ما بيحضروها؟ ما يحضروش هما هي المكان اللي فيه الصور والتقاط صور واستعراضات بيلاقيهم موجودين لكن هاتون في ندوة؟ مش يمكن مش يمكن دي وسيلة مستحدثة لترويج أنفسهم يعني إن النجوم إحنا بنشوف أنا أقول لحددك بصراحة كمشاهد يعني كمراقب من بعيد كده يعني بنشوف النجمة مثلا اللي بتلبس فستان يثير ضجة أو يثير الجدل بتبتدي تتعرض عليها أدوار وتبسك لقيها بقالها أعمال بتشتغل يعني بصراحة ما شفت أنا ما شفتش ده مش يمكن تدي وسيلة للترويج لأنفسهم؟ ما شفتش ده وإزا كان السينما بتبقى بالشكل ده بلاها سينما لو السينما بهذا الشكل بلاش منها خالص يوسف شهين الرجل ده أنا تعلمت منه كتير حضرتك اشتغلت معي سبع أفلام سبع أفلام وكلهم مهمين جدا لا إزاي بقى جوه كان يقول الممثلات ما فيش ده على ذكر اسموا ما فيش مكياش الدور عاوز كده لكن تعطيها في أي فيلم تلاقي مثلا قايمة من النوم ميكاب ميكاب ومسراحة أنا والله لسه كاتبة بوست عن الموضوع ده إن أنا بشوف الفنانات العالميات بطلعوا إزا كان الدور مش محتاج مكياش من غير مكياش لتلاقي الفنانة عندنا صحية من النوم بلوروب دوشونبرا بوريش ده وبكامل الماكياش ليه بقى يعني هل هي بتفرد رأيها ده على المخرج؟ والمخرج تبقى شخصيته ضعيفة ولا إيه؟ مودي بقى عيف في المخرج عيف في المنتج عيف في المنتج عيف في اللي بروحوا يتفرجوا يعني يعني بقى بل بيتفرج لا حول لمو ولا قوم أقاطع ده أنا كمتفرج أقاطع ولكن للأسف برضه الجمهور زوقوا اختلف زوقوا اختلف مبقاش ما يحبش الحاج اللي يفكر فيها يعني لأ عاود حاجة سهلة مش أفكر عالحاجة جاهزة عالحاجة ده ما بيشغلش ده ما أصل الإنسان ده لو شغل ده يبقى إنسان كويس ما شغلوش يبقى إنسان غير طبيعي فمعظم الجمهور غير طبيعي ما بشغلش مخم محظمه بروح على الأعمال التفهة ويروج ليها إذا كانت أغاني أو أفلام سينما فبيصدقوا نفسهم اللي بيملوه قالك الجمهور عاوز كده مش حاجة اسمها الجمهور عاوز كده ياما ترتقي بيه ياما هو أول اللي شدك لتحت الجمهور إنت بترفعه الفوق لإندا بتقدم السلعة بتاعتك وظيفتها إن.. 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 تعثر فيهم للأحسن ولكن إذا إنت عملت الشيء السهل إيه هم.. هم شدوك لتحتك هم اللي بيشدوك ليبقى ده مش فنان أو مش فنانة شكرا